اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و جوجو و غيرهم وايد يعني بالمختصر استيديو الانمي لعبته واللعبة موجودة على البلاي ستيشن 4 والفايف والإكس بوكس وين وإكس وسيريس اس وستيم اللعبة فيها طورين طور القصة وطور الضرعبة في طور القصة انت بتلعب البطل تنجرو في غلب الأوقات وساعات تلعب شخصيات ثانية على حسب الأحداث والقصة بتكون من بداية الانمي لنهاية أرك القطار واسلوب اللعبة فيها القصة يتغير على حسب المكان في بعض الأماكن يكون تجول كأنها لعبة مغامرات واستكشاف وتجمع كلك تبلز ومن هالأمور وفي أوقات القتال اللعبة تتحول للعبة فايت في بعض الأحيان وانت تتجول في العالم يطلعون لك عداع شوائين ما لهم دور في القصة مجرد تحدي لكن مشكلتهم كلهم تقريبا حركاتهم تشابه إلا في النهاية تتغير حركاتهم أما القتالات الرئيسية الصراحة شي جميل وبعضهم فيهم تحدي وحماس لكن في عيب أن في علامات حمر تنبك أن الضربة بتكون في هذا الاتجاه واخر شوية هالشي وايد سهل لعبة لدرجة أني كنت أعيب أعلى رنك بسهولة صح أنه في بعض الأعداء مسخروني لكن ينعدون على الأصابع اثنين وثلاث بس أما الباقين سهلين والقصة للأسف قصيرة لأنه أصلا ماشي حداث من بداية الأنمي إلى آرك القطار شي بسيط فأمسامحنا القصة ممكن تخلصها تقريبا في أربع ساعات بس أما طور القتال هو اثنين ضد اثنين وحاطي لك قائمة حلوة من الشخصيات بس بعد مبوايد ياريت لو حطوا الديمونز اللي طلعوا في الأنمي لكن اكتفوا بالشخصيات الرئيسية ولأنهم شوي من الأساس حطوا كم شخصية زيادة عدد أسلوب القتال وايد يشبه العاب ناروتو طريقة الحركة والكاميرا لكن طبعا في اختلافات يعني اللاب ما بنسخ ولسق من ناروتو مثل ما الناس قالوا حبيت الصراحة ساليب اللي يستخدمونها الشخصيات والمثارات البصرية للضربات رهيبة والكامبونز سهل تتعلمهم خاصة إذا عندك خلفية في ألعاب الفايت حبيت اللعبة بصراحة لكن فيها كم منعيب ألا وهم مراحل التجول ما تقدر تركض أو تزيد سرعتك البطل يمشي عراحته والقتالات العشوائية بما أنها تتكرر وايد لو خلوه تكون هاكن سلاش مثل اللي كان في لعبة ناروتو بتكون أحلى وأخيرا قلة الشخصيات في الأوفلاين بما أنه فيه ديمونز بس ما متاحين للعب هالشي بفاه منه لينحينا وهذه باختصار براجاتي للعبة ديمونز ليرز والتقييمي لها 8 من 10 الصراحة اللعبة فاقت توقعاتي وإذا عيبكم الفيديو لا تنسون اللايك واشتراك وشير كانوا ياكم عبيد الغملاسي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر